بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة وصفة الاطفال زي ما انتم عارفين هنعمل وصفات الاطفال في البيت فطبعا حبيت اعمل زي ما انت شايفة نظام القناة بتاعي بعمل فيديو للحاجات اللي احنا بنجيبها ببدأ البرة وفيديو الحلويات الاطفال طبعا نهاردة هنعمل المكرمشات وطبعا انا مش هينفع والاسمها عشان خاطر حقوق الطبع والنشر انت شايفة شكل الكيس فانت عرفت احنا بنتكلم على ايه مكتوب اسمه في العنوان بس مش هنقدر نقوله عشان حقوق طبعا والنشر طبعا مكرمشات نفس الطعم ونفس الشكل لأحلى صهرة للاطفال وحاجة احنا ضمنينها يلا بينا بقى الطريقة والمأدير مأديرها سهلة وبسيطة جدا عندي هنا كبايتين من الدي وانا مستخدمة كباية واحدة عيرتي بها كل المقدار اي كمية انت عاوزها وعندي كباية مية هقولك اخد منها قد ايه وعندي نصف كباية ربعها زيت على زبدة او على سمنة اللي انت عاوزها وعندي معلقة صلصة ومعلقة صغيرة خميرة ومعلقة صغيرة سكر ومعلقة صغيرة كمون ونصف معلقة بابريكا ونصف معلقة ملح هقولك تاني المأدير عندي معلقة صغيرة من البيرة الخميرة البيرة او الخميرة الفورية اللي موجودة عندك حط عليها ربع كباية مية بالزبط بحجم الكباية اللي انت هتستخدمها عيري كل المكونات بكباية واحدة عيري بها كل المقدار ركنتها بقى على جنب وهجيب الزبدة والزبدة عندي هنا ربع كباية زيت عليها ربع كباية زبدة أو سمنة أو زيت اللي انت عاوزي بس طبعا انا بحط الزبدة لان الزبدة بتنشف بفاب تديني نتيجة حلوة جدا وحطيت معلقة كبيرة من الصلصة اي نوع صلصة انت بتفضليه بس لازم تكون حاجة نظيفة ولونة حلوة عشان تديك طعم حلو قلبت كده لمعلقة الصلصة كويس جدا انا عاوزها تتقلب كويس جدا عشان ما شكلها او ما تحببش معاي في الوصفة بتاعتي قل بيها كويس جدا زي ما انت شايفة وعندي هنا بقى معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من السكر هنت بقى هنا التوابل حسب ما انت عاوزة ده المقدار الموجودة عندي قلبت كل المكونات كويس جدا هنزل بقى بالربع كوباية المية بالخميرة انا استخدمت يا جماعة ربع كوباية بس انا جهزت كوباية جنبي لو احتاجت هياخد بس هي واختاجتش اكتر من ربع كوباية بس قلبت كل المكونات كويس جدا هنزل بقى بكوبايتين دي اللي عندي انا زبطا مقدار وعارف الكمية عندي قد ايه وديتك المقدير المزبوط وبقولك انا اختم الكوباية اللي عندي دي ربع كوباية هشوف لو احتاجت تاني ولا لا بس المقدار مزبوط جدا ايه بقى كوباية عند حضرتك عاري بها كل المقدار ايه كمية ضعفي زي ما انت عاوزة المهم الكوباية اللي تعملي بيها هتعاري بها كل المقدار نزلت كده بالكوبايتين بتوعي هقلب بقى المقدار ولازم بقى دخل ايدي عشان امسك العجينة بتاعتي واعرف انا وصلت لقام المزبوط ولا لا دي اهم خطوة وطبعا احنا خلاص بينا اساسة في المعجنات عشان نعرف ان احنا بنوصل ازاي لقام المزبوط اول ما البولة بتاعتي بتلمه وابقاش فيها اي حاجة يبقى انا كده حتى المقدار المزبوط وتاني حاجة بمسك قطعة من العجين اللي عندي او اي نوع بعمله ببرمه في ايدي كده لو لقيته كويس وما بيقطعش وما بيفرولش يبقى انا كده وصله لقام المزبوط دي حاجتين اساسين هيعرفوك ازاي تزبوط اي نوع بسكوتات معجنات اي حاجة بتعمليه اول حاجة البولة لازم تلمي منك جوايس جدا ما ببقاش فيها اي حاجة بتلزق تاني حاجة تمسك قطعة من العجينة اللي عنديك وبتبرميها على ايديك اول ما بتديها تلاقيها حلوة وما بتفرولش ولا بتشقق بالشكل الحلو ده يبقى انا وصله لقام المزبوط خلاص كده المقدار تلع مزبوط وخدت ربع كوباية زي ما انت شايفة بس هجيب بقى كيس بتاعي عشان اشيلها فيه عشان انا مش عاوزها تنشف مني لاني هحطها واشتغل مش هحطها في طبع عشان ما تنشف احسن حاجة بزداد الحاجات زي دي تحطها في كيس تحفظي عبدها بقى اشتغل اجيب كتعة مش عاوز اقولك ان الكمية اللي عندي دي عملت كمية قد ايه بصي خط حتة كرة قد ايه هتطلع علي كمية رهيبة جدا طبعا احنا الكيس ده بنجيبه مصطور برنكت انا بصراحة عيالي بيجيبوه الكيس ده بعشرة جنيه شوفي انت بقى هتعملي كمية قد ايه بالحجم ده وهتوفري قد ايه كمان طعم حلو جدا وقريب حوالي مش عاوز اقولك 100% هقولك من 70% لتمنين في المية زي الطعم بالزبط الاصل اللي احنا بنجيبه بس حاجة مضمونة احنا ضمنينها العيالنا في البيت بطريقة سهلة وان شاء الله زي ما انت شايفها النتيجة مضمونة باذن الله طبعا بدأت كده اخد كرة صغيرة وافردها وحاول اساوي الحروف كده عشان اسهل علي الشغل هقطع بقى شريح طولية بيعني حجم كده بعقلة اصبع كده يعني سق حوالي نصف سنتي يعني هشوف يبقى كده هنا بقى ايه انا عاوز اعملها رفيعة جدا يا جامعة فلازم تبقى رفيعة زي اللي احنا بنجيبها من بره ما تبقاش يعني كتخينة او سميكة او ما تبقى جبيرة احنا عاوزين زي اللي احنا بنجيبها عشان عيالنا طبعا يكلوها طبعا هقطع تشريح رفيعة لقد ما اقدر كده ولسه كمان هبرومها تاني وبحاول بقى اقطع بسهل عليك الشغل جدا هقسمها بالنص وابدأ بقى اشتغل في المكرمشات بتاعتها هشيلهم بقى كده على جنب عشان عارف هفرد فيهم حطهم حواليا كده عشان اواريك ازاي هنعمل الشكل الحلو ده انت بقى تعملي ممكن تعملي الشكل اللي هو الطويل منه في شكل منه الطويل في الشكل انت شايفة ده زي ما انت عاوز انت ممكن تعملي الشكل زي ده و تسيبيه تقطعيتني كده و تشيلي ده ده الاصابع بالطول عاوزة تعملي بقى الشكل المدور انا حبيت اعمل بالشكل ده عشان صراحة ابن الصغير بيحب اللي هو الشكل المدور ده انت بقى زي ما انت عاوز بتجيبي كده تفرديها وتاخدي الحرف التاني بتلميه على الاولاني وتاخدي التاني بتعكسيه عليه وبتدوس الأطراف كده بالراحة بحرف ايديك بالراحة كده وبتدوس الأطراف وبشيلها على قد ما اقدر بالراحة عشان ما تغيرش الشكل بتاعتها واجي بقى وانا بحطها الصينية بقلبها على الناحية التانية عشان ما تفكش معي وتديني شكل بتاع برا ما حطهاش على الشكل اللي انا اشتغلت عليه عشان ما تبقاش بزة مني كده لأ بصي بقلبها كده على الوشها التانية وحطها في الصينية شكلها كده يا جماعة زي بتاعت برا ولا لأ والطعم كمان لو جربتي تحفق بجد شفتي بقى واحدة كتعة دي انا خدتها بقسمها اتنين وابرون فيها على قد ما تقدري هترفعي جدا بصي هي مع الوقت والشغل هتلاقيك بقيت سهلة فيها وهتعملها بكل سهلة كل مرة هتلاقي بتعملها احلى من مرة هي اول مرتين تلاتة كده حسل انت شي متلق بطة بس صدقيني مع الشغل هتلاقيها مزبوطة معاك كده انا حاول اعملك اكتر من واحدة عشان تشوفي الطريقة عاملة ازاي طبعا زي ما انت شاف انا جايبها صانية عادي مش مدونة اي حاجة وبحطها باخد كطع ببرمها بس لس برمة وقسمها على اتنين يعني الكطع الواحدة بقسمها على اتنين على قد ما تقدري رفعي جدا كل ما بتكون رفاياها كل ما بتديك طعم حلو ونشافان طحفة زي بتاع بالرزة زي ما انت شاف بجيب الحرف الاولاني باتنيه على التاني واجيب ده اتنيه على التاني كده زي ما انت شايفها واعمل الشكل اللي احنا بنجيبه من برا لو مش هتعرفي قوي حط الكيس قدامك وانت هتعرفي تجيب الشكل بالزبط بروح تانية كده وقفل الاطراف وقلبها على الوش التاني وحطها في الثانية بتاعت وحاول بالراحة كده دوسها على الاطراف عشان هسبتها ما تفكش معي اثناء التسوية هفضل اشتغل كده واحدتين تلاتة لغاية ما تشوفي بالزبط الشكل بيبعامل ازاي باخد الوحدة بابرمها وقسمها على اثنين والنص انا قطعته ابرمه وافضل افرد فيه كده لغاية ما خليه السمك اللي انت شايفها هجيب الحرف الاولين اثنين واجي الحرف الاولين اعكسه يعني عامل زي علامة كده اكس كده بصي شكلها عاملة ازاي توحفة بجد بطريقة سهلة وما كلفتناش اي حاجة ممتعة بصي بقى لو عندك بنوتات حلوين في البيت بقى هيساعدوكي ويعملوا معيك هتحسي صراحة هيبقى عندهم متعة توحفة بجد انا صراحة يعني ربنا ما اكرمنيش بالبنات بس عندي سبيون طبعا ملهمش في الحاجات دي هما لهم بس ياكلوا بس مش مشكلة انا ببقى سعيدة انا بعمل لهم الحاجات دي في البيت عشان انت شايفة الاضرار اللي احنا بنشتريها من بره وعندي ابن صغير مضمن الحاجات دي فاحنا ليه ما بنعملهاش في البيت زي ما انت شايفة هي بدأت اخلص في الكمية مش عارف اقولك بص القطع اللي انا خطاعة من الكمية قد اي ولسه العجينة زي ما هي الكمية اللي عنتي دي هتعمل لي اكتر من 3 صون يعني يا جماعة حاجة سهلة في البيت وما كلفتناش اي حاجة اتمنى منك بقى لايك حلو وتعليق وتقولي رأيك في الوصفات لان انا كل ما بنزل وصفة لايك الناس بتبعاتلي عاوزين وصفات الاطفال يعني اتمنى منك بقى لكل جديد خلصت بقى كل الكمية بتاعتي عندي هنا معلقة من الزبدة اللي انا كنت مسيحيها اخدها بقى تهن بيها الوش بتاعتي وابدأ بقى حط الشكل بتاع بره بالزبط عندي شوية سمسم عندي شوية حبة البركة عندي شوية ملح زي ما انت شايفة مفيش يعني بصي انا باخد حاجات كده يعني مش باخد كمية بحاول ادهن كده زي ما انت شايفة طبعا مكان الصيني دي انا سويت قبل كده فطبعا دي مكانها بحاول زي ما انت شايفة كده ادهن كده بالروحة بالزبدة انا قلت ميزة الزبدة هنا ان هي بتنشف معاي فبتديني نتيجة حلوة باجي بقى من فوق كده برش رشة ملح مش بغرقها لأ بقى اطراف صوبعي كده برش رشها كده زي اللي احنا بنجيبها من بره بيبقى عليها نسبة صغيرة جدا من الملح برضو نفس الطريقة بجيب السمسم برش رشو من فوق كده انا بحاول اخلاها زي بتاعت بره يعني بتلاقي الواحدة عليها سمسمية وحبت بركة واحدة او اثنين بكتير يعني ببتبقاش مليونة خالص احنا بنعمل الشكل زي بتاع بره زي ما انت شايف بحاول كده رش رش من بعيد خالص كده وطبعا بقى اروح مدخلاها على فرن بصي على فرن ما يكونش عالي يعني تكون يمسخن الفرن قبلها وكينا عاملها على مية وخمسين وحطاه في اخر الشبكة خالص فوق يعني ترفع الفرن عندك فوق في اخر الشبكة وتسيبيه احنا مش عاوزينه يتحرق ولا يحصل له حاجة احنا عاوزينه يستوي ويدينا الشكل الحلو ده من غير ما يتحرق يعني يتحمص من غير ما يستوي هتحطي زي ما انا قلت لحضرتك في اخر الفرن خالص ترفع الشبكة على اخر حاجة وتخلي درجة الحرار بتاعة الفرن على مية وخمسين وما بياخدش حويل ربع ساعة اول ما بتيجي تحركيها كده وتلاقيها نشفت معك بتزقيها كده يبا هي كده مزبوطة بتغدي واحدة بتجسيها كده بتلاقيها نشفت خلص هي كده استويت معك بدأت زي ما انت شايفة بدهندهنة بسيطة كده وابدأ راشرش ملحي من بعيد طبعا عملت الصنادي بملح بس عشان في عندي ما بيحبوش بالسمسم والحبة البرك شايفة الشكل عامل ازاي طحفة انا صراحة وانا بجرب كده شدت وحدتين دقتهم حكاية بص الشكل عامل ازاي وهي حتى لسه خارجة يعني لو سبتيها شوية كمان هتنشف اكتر من كده ولا فرشيت ولا شكلها دغير ولا حصلها بص التسوية عاملة ازاي بتهيأ لطحفة جماعة زي بتاعت برة ولا لأ احلى واحسن من برة خمسين مرة شايفة الشكل عامل ازاي طبعا قديكي شفتي الشكل واسم الكيس اللي عليه احنا طبعا عملنا حاجة زيه بالضبط والطعم حوالي زي ما انا قلتلك من سبعين لتامنين في المية اتمنى منك بقى لايك حل واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتي بسيطة وسهلة السلام عليكم